المشاهدون في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله من الفضايا الجادية نقدم لحضراتكم عرض السابع الرئيسي لهذا المساء استقبل رئيس الجمعية الوطنية هارون كبادي بمطار حسن جاموس الدولي استقبل محمد علي كوسي الذي انتخب رئيسا لبرلمان المجموعة الاقتصادية والنقدية لدول أفريقيا المركزية جاء انتخاب كوسي من قبل نظرائه البرلمانيين في السادس من مارس الجاري تقرير محمود حسن سمو في تمام الساعة العاشرة والربع بالتوقيت المحلي لمدينة عنجمينة حطت في مطار حسن جاموس الدولي الطائرة التي تقل الرئيس الجديد لبرلمان الدول المشبوعة الاقتصادية والنقدية السيمق المتمثل في البرلماني الشادي محمد علي كوسو الذي انتخب رئيسا جديدا لهذه المؤسسة البرلمانية الاقليمية ذلك في السادس من شهر مارس في مدينة مالبو عاصمة جمهورية قين الاستوائية هذا ونظرا لأهمية هذا الحدث الكبير الذي يؤكد لمرة أخرى نجاح الدبلوماسية الجادية التي تهرص على تعجل البلاد في مختلف المحافل الاقليمية أو الدولية فقد حضره رئيس الجميلة الوطنية الدكتور هارون كابادي إلى المطار برفقة رواساء القتل البرلمانية بهدف الترحيب بهذا الرئيس الشادي الجديد لبرلمان السيمق اكتسب هذا الاستقبال أيضا مذاقا إضافيا بإحدى قاعات الاستقبال للمطار حيث أسرة الرئيس عدت من سكان الدائرة الثانية لمدينة عن جمينة التي يمثلها بالبرلمان الرئيس الجميلة الوطنية الدكتور هارون كابادي في خطابه الذي ألقاه بهذه المناسبة قال فيه إن الجميلة الوطنية وبانتخاب محمد علي كوسو الرئيسا لبرلمان السيمق تشعر بفخر كبير وأنها تؤكد مدى الأهمية التي يستهقها هذا الانتخاب مشيرا في ذلك إلى أن تشاد قد دخلت في فضاء البلدان الأفريقية الكبيرة والعالم الاستقبال الذي عضي به مواطننا لقد ترك انطبعات جيدة لديه جئت في بلدي أنا كان رئيس برلمان في السيمق هذا أنا جئت فخر كما عوضها بأنه في خلال فترة رئاسته التي تستمر لسنة واحدة بأنه سيعمل من أجل دفع مشروع تكامل الأقليم ورفاهية شعوبهم يشار إلى أن هذا البرلمان يضم جمهورية الغابون الكاميرون الكانغوب رازافيل جمهورية إفريقيا الوسطى وغينة للسوائية هواتشاد